بسم الله الرحمن الرحيم وبعد ما خلص ماتش النهاردة ما بين الاهل والتراجي ونجح الاهل انه يفوز فيه بنتيجة 3-0 خلينا مع بعض كده نشوف اهم الحاجات اللي حصلت النهاردة في الماتش كان فيه شوية ايجابيات على شوية سلبيات تعالوا نبص بص اولا النادي التراجي بصراحة مش هو التراجي اللي احنا كنا بالقبله السنين اللي فاتت خصها مع عدم موجود الحارس اسي بتاعهم معز بن شريفاء الحارس اللي اللعب النهاردة بصراحة كان دون المستوى شوية مع الراجل مهزوز مش وصل في نفسه نيجي للنقطة التانية وهي عندنا مشكلة في الخروج بالهجمة بحس ان اللعيبة بتفكر 30 تفكير يعني قبل ما يخرج الشحات الدنيا ماشية كويس في الحتة دية الراجل بيعرف امتى يعدي وامتى يباصي بيرفع عينه بيبص كويسة بالملعب الكرة نزل عمنا طاهر محمد طاهر وبتفكير غريب الراجل قراراته غريبة لفترة الاخيرة كلها انا مش فاهم الصراحة وهو بيفكر في ايه يعني انت راجل رايح 3 على 2 وانت جنب منك شريف فاضي هو وجول لا انا لازم اشهد نقل طاهر الناحية لمين وحط عبدالقادر بعد ما نزل نفس الفكرة هي هي بينزل عبدالقادر وعايز يروح ويعدي يا عم طب ما تلعب جنب منك للفاضي جماعة مش لازم نتفازلك مش عشان كسبانين 3 فانت خلاص انا هعمل فيها فازلك يا عم باص دي بصراحة كالسلبيات تاعت النهاردة ولكن في ايجابات كتير اهمها بصراحة خط الظهر للماتش الرابع على التوالي في الاغلى في افريقيا وما بدخلش فينا اهداف اه رقم ما اعتقد ان انا ما شفتوش بقالي فترة كبيرة جدا بتلعب الرجاء وبتلعب الترجي وبتلعب فرقة كبيرة وما حدش فيهم بقدر يسجل بيك اهداف وديت حاجة مهمة جدا وحاجة كبيرة جدا بالنسبة لنا محمد شناوي اللي بقاله كان ماتش برضو ثابت على مستوى وبيقدم مستويات كبيرة من تاني ودي نقطة مهمة جدا نقطة قوة كبيرة جدا لنادي الاهلي في فترة الاخيرة وهتفر معنا جدا في فترة اللي جاية خط الدفاع واهمهم طبعا عبد الماعم معين ياس ابراهيم النهاردة كان ممتاز جدا برضو في التغطية وكان راجل بعمل اللي عليه وزيادة مروان عطي النقطة المضيقة اللي بقالها فترة كبيرة في خط نص النادي الاهلي حاجة صفقة بصراحة محترمة جدا 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 نيجي بقى الاهداف النهاردة وابتداها بيرسي تاو بتزديدة كده خدموا فيها الصراحة حارس التراجي اللي ما كانش موفق قوي النهاردة بيرسي تاو الفترة الاخيرة عنده جرأة كده وابتدا الراجل يشوت اكتر من مرة بيسدد وعنده ثقة في نفسه شوت التاني بقى بيرسي تاو بيرجع من تاني في الديها خمسة وخمسين علشان يسجل الجول التاني ويريحنا كده شوية وخلاص العيبة التراجي تحس ان هي رمية الفوطة ومستسلمة ولكن الصراحة يا بيرسي تاو تصرف في الجول ده بشكل لطيف جدا كده وهوش الراجل مرة والتانية والتالتة وحطهالو حارس المرمو بيتفرج زينا بالزبط عالقرة وهي بتخش ايه خمسة وسبعين ويجي بقى مع دور محمود كهرباء لضايع انفراض غريب جدا في اول الماتش ولكن بيعوض النهاردة وقبل ما يخرج على طول كده بيدقيقة بيسجل الجول التالت بعد اسست روعة جدا من حسين الشاحات بصراحة وبكده يكون خلاص الفيديو بتاعنا النهاردة وخلاص الاهلي يعتبر شبه حسم السعود وهيستنى بقى اللي هيسعد من الوداد وصندونز بتنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا عشان يوصلكم كل جديد سلام